قبل عدنا مثل شابي هذا المثل يقول أحكي عليك يا بنتي وسمعك يا تنتي المثل عجائزنا واموهاتنا قبل يستخدموه والكل يعرف قصة تشنة والعمة هاي قصة معروفة فمرات العمة توصل رسائل مشفرة الى تشنة اليوم اذكرت هذا المثل وقبل اذكره هاي انه قصة او دعوة او الدعوة للانتخابات المبكرة قد تكون تأتي تحت هذا العنوان وهذا قد يؤدي عن تكون العملية السياسية في منطقة اكثر ضبابية سيناريوهات من هذا النوع ضمن هذا الظروف وضمن هذا الاحتقان السياسي كلا يفسرها بالطريقة التي يعتقد بها وهذا يقود الى فهم او الى تحليل ان المناكفة السياسية وعدم الثقة بين هذه القوى قد يصل او وصل الى مراحل متقدمة جدا الناس كانت تتأمل بالايطار وبالحكومة تحديدا انه من المهام الاساسية التي يجب ان تقوم بها هي ان تستعيد ثقة الجمهور بالعمليات السياسية او ان تبدى جسور الثقة بين الحكومة والشعب لكن يبدو القصة انقلبت بالعكس ان جسور الثقة بين هذه القوى اختلفت تنازلت بدأت تتلاشى تتضعل ومع هذا احيار ومعتقدات كلا وفقا لما يعتقد ووفقا لمذهبه السياسي ولكن السؤال الذي يمكن ان تطرحه الناس من عام 2005 الى حد هذه اللحفة الشم انتخابات سوينا الشم حزب صعد الشم حزب نزل الشم رئيس اجي الشم رئيس راح شنو اللي حصلنا بحيث القوى السياسية ما زالت تؤمن ان الانتخابات ممكن ان يكون فيها جديد انا عرف او لا عرف انتم كيف تفكرون ماذا كسبنا امس او قبل امس او بعد امس من الانتخابات بحيث انتم اليوم تدعونا الانتخابات المبكرة ولنذهب الى الانتخابات المبكرة ما هو انت نفسكم فيكم جديد تطورتم اعطيتم الناس انطباعا انكم تحولتم عفوا تحولتم الى رجالات دولة هل انتظمتم في منتظم سياسي يعطي للناس حقيقة اننا نندفع الى الامام ومن ثم هل تشاورتم فيما بينكم لتخرجوا علينا ببيان مشترك او برؤية مشتركة لهذه الاسباب ولهذه الرؤى ولهذه الحيثيات لا بد ان نذهب الى انتخابات مبكرة هل فيكم من يقدم لنا اسباب ومسببات هل فيكم من نقتنع به لنمشي وراءه حقا